هنا منارة الأمل رسمتها الأنبار لكل العراق هنا قادة الإعمار والقرار صنعوا وجها للأنبار محى عنها سنوات الموت والدمار فكان الإنجاز عنوان كل خبر وثق بعين الكاميرا وكانت الأنبار اليوم على يد صانعي المستقبل ولأن أهلها من الأقليات وجدوا فيها الحكاية الكاملة لعراق تحقق في أرضه الأمن والأمان على يد من يعمل لأجله ولشعبه فقد دقوا أجراس الكنيسة إيذانا بعودة كل مغترب ترك الأنبار أو ترك العراق رغما عنه بفعل ويلات الحروب لكنهم اليوم وجدوا أن العيش في الأنبار حكاية استقرار بعد أن صنع القادة لأهلها الذين وجدوا طريق العودة إلى مدينتهم وبعد أن رسم معالم هذه الطريق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي انطلق من الأنبار محافظا وبقي موفيا لها بالعهد وظل على العهد وسار على درب الإنجاز محافظها اليوم علي فرحان الذي رسم للأقليات من أهل الحبانية رسم طريقا للعودة الأنبار الذي صنع قادتها الرجال والأوفياء للوطن مدينة مدنية نفضت غبار الحرب ورفضت دعشنة العقل العراقي الذي يأبى إلا أن يكون في المقدمة إنسانا يعيش بعلم وحضارة وأمان عهد صنعه علي فرحان ونهج يعيد للكنيسة أجراسها وتعلن المآذن تحية تصافح بها الأنبار شعب العراق للعيش دون فراق ترجمة نانسي قنقر